قصة هل هذا يوم شؤمي جيبير الوحدة الخامسة التمارين الأخيرة بو كرابير قنم حكاية سي جيبير بشين جيوني تا صنو قراتيك لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلا وسهلا بكم مع الدرس 135 من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب يبانجل الإجين تركشا إسطنبول كتاب جيبير المستوى الخامس نبدأ الآن بهذا الدرس ويتحدث عن حكاية تعطل المنبه وصارت كل الأمور تجري مع صاحبنا بشكل معاكس يريد أن يذهب يحدث معه شيء يزعجه وهكذا فيتساءل هل هذا يوم شؤمي وهذه هي حكايته ننطلق الآن إلى الكتاب كما نرى هذا هو النص أمامنا نص الحكاية نصف صفحة تقريبا تمرين الأول أولا نقرأ التمرين عندنا كلمات ينبغي أن نضعها في الفراغات التمرين يقول نالعرنديك ماذا تعلمنا؟ أشادكي في الاري وكلمة لاري بوشتك لرا يير لاشترالم أشادكي في الاري الأفعال التي في الأسفل وكلمة لاري والكلمات بوشتك لرا إلى الفراغات يير لاشترالم لنضع الكلمات في الأسفل نقرأ الكلمات ثم نذهب إلى ملف آخر كتبت فيه نص الحكاية حتى تكون القراءة أسهل الكلمة الأولى أو الفعل الأول فرلا يو فيردي فرلا مك الذهاب مسرعا فرلا يو فيردي ذهب مسرعا بسرعة فيردي أيضا قلنا هي لاحقة أخذناها في دروس تابقة تعطي الفعل معنى السرعة في آخر درس قوعا أخذناها به الأفعال أسكالسن أسكالسن معنىها بقي قليلا يعني نقول بالعالمية إلا شوي كاد أن مثلا كاد أن يستضم كاد أن يحدث حاضف كاد أن يقع كاد أن لم يقع أسكالسن بقي قليلا كان سيقع الفعل التالي كبر دم يوردك كبر دمك كبر دمك تحرك كبر دم يوردك ما كنا نستطيع التحرك يعني وقتنا هكذا شبها مشدوهين تحرك مك خروج تحرك مك خروج مسرعا تحرك مك خروج كبر دمك كبر دمك لو أستطيع العمور الفعل التالي دوشو بردي دوشمك السقوط دوشو بردي سقطة الفعل التالي نرديسة يعني إلا قليلا يعني كاد أن أيضا أصدها أيضا نفس المعنى نفس نرديسة كاد أن بقي قليلا لم يحدث لكنه كاد أن يحدث كاد أن أصدها طيب يتشب المك يتشب المك يتشب المك اللحاق يتشب المك إمكانية الحاق يستطيع أن يلحاق به هذه هي الكلمات نذهب الآن إلى النص من ملف آخر حتى تسهل علينا القراءة بخط كبير نذهب الآن إلى النص من مكان آخر قد دونته هناك بخط أكبر حتى تكون القراءة أسهل هذه هي الحكاية نراها الآن أمامنا صباح صباحا عن أشعة الشمس وأنتظر إستقفت صباحا عن أشعة الشمس أسهل ساعة المنبه أسهل ساعة المنبه أسهل ساعة المنبه أن أتصل ساعة الثانية لقد تأخرed كثيرا ساعة دكت勘 درسين باش لقد سألت ساعة التاسعة درسين باش سيد لقد تأخرت كثيرا سيد أبدأ درسي في الساعة التاسعة درسا يتشملي دم يتشملي دم يتشملي يجب أن أدرك درسا الدرس دم كان عليها كان عليها أن أدرك الدرس يعني كان عليها أن ألحق الدرس همن يتقطن في الضم همن فورا يتقطن في الضم قفزت من السرير خرجت من السرير بسمسرعا كهوة ألطئت ما يبلغ زمان يوكتو ما كان عندي وقت حتى للفطور كهوة ألطئت ما يبلغ حتى لعمل الفطور زمان يوكتو ما كان عندي وقت همن هزر لنب ابداً چكتم همن هزر لنب همن فوراً هزر لنب تجهست ابداً چكتم خرجت من البيت تجهست فوراً وخرجت من البيت غراجدان أربما تكرركا وبينما كنت أخرج عربتي من الكراج غراجدان من الكراج من محط كراج بالعربية ماذا نقول لها مرفأ السيارات لا نقول مرفأ نقول كراج ما معنى كراج بالعربية من يعرف مكان صنفي السيارات لك بالفصحة ماذا نقول له من يعرف التوفيء تعرف لأن نقول غراج غراجدان أربما كان وبينما كنت أخرج سيارتي من الكراج بكتي أنما بكتي الحارس أنما أمامي ماذا فعل خرج مستقعا تضعونا الكلمة المناسبة في الفراغ من الكلمات التي قرأناها منذ قليل إذا أردتم أن تعيدوا الفيديو إلى الوراء وتعيدوا كتابة هذه الكلمات حتى تضعوها في المكان المناسب حتى أن يقفل على الطريقة حتى لأنه أن يقفل على الطريقة حتى لا أستدم به يعني بمخرج الكراج فراغ سأسكر عربية سيارة سأسكر عربية سيارة سأسكر كنت سأجعل السيارة تحتك بالجدار كان مخرج الكراج ضيقا جدا لدرجة أنني كدت أن نضع في فراغ ما معنى كدت أن؟ كما قرأناها في الكلمات نرى دايس أربيد ورس رجكتم إلا قليلا يعني كدت أن أجعل السيارة تلامس الجدار بسبب ضيق المخرج الكراج نيسى بنو أجوز أطلقتم نيسى لا مشكلة على أي حال بنو أجوز أطلقتم أطلقتم يعني تجاوزته أجوز رخيصا تجاوزته هذا رخيصا ما معنى هذا نحن بالعربية نقول الله حماني ماذا نقول أيضا؟ أجوز أطلقتم الله حماني لحسن الحظ أيضا نقول لكن لحسن الحظ تجاوزته ذلك نيسى لكن أو هكذا نيسى على أي حال بنو أجوز أطلقتم تجاوزته هذا بشكل يعني هكذا نقول نحن هذا نقول العربية الحمد لله ما صر لشي بينما كنت أقترب من المدرسة آندا أنما بيرتجوك آندا فجأة أنما بيرتجوك فإذا بي آندا فجأة أنما بيرتجوك أمامي طفل فراغ ماذا نضع في الفراغ؟ خرج أو جاء مسرعا أمامي طفل طيب ماذا نقوم إكمز دا كورك مشتوك إكمز دا كلينا أو كيلانا كورك مشتوك خفنا كثيرا إكمز دا إكمز كيلانا دا أيضا كورك مشتوك خفنا كيلانا خافا طيب نقوم القراءة بيراز دا جج كالسايدم أنا شاربا جاكتم بيراز دا بيراز دا أقل قليلا زيادة جج كالسايدم لو تأخرتوا لو تأخرتوا بالتوقف قليلا أنا شاربا جاكتم كنتو سأستضيموا به أو كوركو إلى إكمز دا يريمز دا أو كوركو إلى بذلك الخوف إكمز دا كيلينا بهذا الخوف كيلانا من مكاننا ما كنا نستطيع الحركة يعني بسبب الخوف تجمدنا في مكاننا ما معنى لا نستطيع الحركة موجودة في الكلمات التي رأيناها في المربع طيب شجوك تكرار كوشما يا باشرد وبدأ الطفل بالركض مجددا شجوك الطفل تكرار مجددا كوشما يا باشرد بدأ الركض بودفا دا كارشدان قلان آدما تحرق بودفا وفي هذه المرة أيضا تحرق كان سيستضم الطفل بدأ ينكط وفي هذه المرة كاد أن يستضم برجل خارج بودفا كارشدان قلان آدما تحرق طيب تحرق ماذا نضع فراغ نضع كادا مثلا أز قلصن أز قلصن قلصن قلان آدما تحرق آه شو چو شو شو آه من هؤلاء الأطفال في هذه الأعمار يكونون عديمي الانتباه إلى درجة كبيرة يعني عديمي الانتباه يكونون لدرجة أنهم فرا فرا أو يعني يكون معناها يا لهم من عديمي الانتباه في هذه المرحلة العمرية القطعة الجديدة يقول ترس طرفين من طرفين معاكسين كالك مشتم غالبا نهضتوا لقد نهضتوا اليوم من طرفين معاكسين غالبا ما معنى هذا الكلام؟ بالمنطق العربي ليس له معنى مطلقة لكن بمنطق اللغة التركية ترس طرفين كالك مش يعني ماذا؟ يعني نهضة بحالة سيئة يعني صار يوم أسود يعني عندما استيقظ استيقظ بحالة سيئة أول شيء حدث معه تقال عندما يحدث مع الإنسان شيء سيء منذ الصباح فيقول لقد يسود يومي لقد تشوه يومي ويتشاء مثلا من الصبح يحدث معه شيء معين يكسر صحن معين يجرح يده يحدث معه شيء من الصباح فيسد له نهاره عند ذلك يقول بقون ترس طرفين كالك مش أو هكذا هنا الآن تقول لقد يعني لقد تشوه يومي ظالبا أو هكذا بما يشبه هذا المعنى طيب الجملة التالية أكسي لكلر بشيمين بوراكميور أكسي لكلر أكسي لكلر أكسي لكلر أكسي لكلر كلمة عربية أكسي لكلر يعني ماذا نقول عنها المصائب المصاعب المشقات المشاكل المشاكل لا تتركني أكسي لكلر المشاكل بشيمي عقبي بوراكميور لا تتركه لا تتركه اتباعي لا تتركه متابعتي لا تتركه لحاق بي يعني كأن المشاكل تتبعوني حيثما ذهبتو أكسي لكلر كي يان يولدان بير أربا أكسي لكلر مشتم اقتربتو من المدرسة كيف إذا بي يان يولدان من الطريق الجانبي بير أربا سيارة خرجت مسرعة أو ظهرت أو هكذا نضعو أحد الكلمات التي قرأناها في بداية الدرس أيضا فراء آخر تشارب شيوردوك ماذا نضع في الفراغ أيضا نضعو كدناء أسكالسن نرديس أصدها تشارب شيوردوك كدناء نصطدم الجملة التالية بقن كزاصز بلاسز لو استطيع أن أمضي نمطلبنا بالفراغ نضعو لو استطعت أن أمضي هذا اليوم بدون حوادث وبدون مصائب فما أسعدني بقن اليوم الفعل بقن اليوم والأ إشارة المفعول به للفعل الذي سيأتي في الفراغ وهو لو استطعت لو استطعت أن أقضي بقن كزاصز بدون قضاء بدون حوادث بلاسز بدون مصائب لو استطعت أن أمضي هذه الكلمة نضعوها من الفراغ أنتم يجب أن تستخلجوها من مربع الكلمات نمطلبنا ما أسعدني ما أسعدني لو أنضيت هذا اليوم لو استطعت أن أمضي هذا اليوم بدون مشاكل نهاية وفي النهاية أتيت إلى المدرسة أما لكن فراغ درس باش لا يجكت أيضا كاد الدرس أن يبدأ نقول أصدها درس باش لا يجكت هو أحد الكلمات المماثلة لهذه الكلمة في المعنى كاد الدرس أن يبدأ نكمل بماذا؟ بالجدار أجليل بسرعة إجراء كان بينما كنت أدخل أربان أين صنوا مرآة السيارة فراغ دور سورت يوردم كنت أجعل مرآة تحتك بالجدار أيضا نضع هنا غالبا كدت أن أو ما شبه بمفردات أنتم تفكرون في الكلمات وترون أيها مناسبة فتضعونها هنا بيزيم أكلون بحجسيندا كدلار بيك بولدر بيزيم أكلون بحجسيندا في حديقة مدرستنا كدلار القطط بيك بولدر بل كفيرة وافرة القطط في حديقة مدرستنا كفيرة جدا أربامو بار كدلك بينما كنت أصف و أركل السيارة ده ستقولين ، اظهر المنصد أن اصلت للميارك ، والاقيام في الفصرة كان حتى يكون ذلك السيارة ، السيارة ؟ وظهر المنصد من المرأة المدرسة ، مجموعة المنصد من المرأة المنصد من المنصد من المنصد لا، ذراعه للميكولون صلّضون أنه يهزوها جردم رأيتم رأيتم وظف المدرسة يشير إلي بيده وذراعه بنجري أجتم فتحت النافذة السيارة نأل دونو صورتم سألت ماذا حدث كدل را دكت إتمامي سويلدي سويلدي قال دكت إتمامي أن أنتبه كدل را إلى القطة قال أن أنتبه إلى القطة يعني نبهني لكي أنتبه إلى القطة كدل را دكت إتمامي سويلدي مارسا فراغ كدل ري إزيور مشوم مارسا فإذا بي فراغ كدت أن نضعه في الفراغ أيضا كدل ري إزيور مشوم كدت أن أهرس القطة كدل ري إزيور مشوم نايسا بير أولاي أول مدن أربامو بارك التيم نايسا وعلى أي حال بير أولاي أول مدن بدون أن يحدث حدث جديد مصيبة أو هكذا أربامو بارك التيم ركنت سيارتي صفخت سيارتي وضعت سيارتي في مكانها درسا فراغ إتشين أربدا فرلدو طيب من أجل الدرس خرجت من السيارة مسرعا إذا من أجل أن أستطيع أن أدرك الدرس إدراك الدرس إمكانية إدراك الدرس هي كلمة في الفراغات ذكرناها تبدأ بحرف الواي درسا كذا درسا حتى أستطيع أن أدرك إتشين من أجلي من أجل أن أستطيع أن أدرك الدرس أربدا فرلدو خرجت من السيارة مسرعا فرلدو أما كوشار كان درس نتلرم ألمدن سقطت فرلدو أما فرلدو خرجت مسرعا أما لكن كوشار كان بينما كنت أركض درس نتلرم ملاحظات الدرس يعني أوراق الدرس ألمدن من يدي سقطت ما معنى سقطت هي من الكلمات التي هي الفراغات وتدأ بحرف من الكلمات التي قرناها في المربع وتدأ بحرف الدي فورا جاء الموظفون والطلاب لمساعدة يعني سقط أرضا أورانجلال الطلاب وقريب للار والموظفين إمداد مساعدة إمداد ما أو إنقاذ أو هكذا يتشتي أدركوا أدركوا مساعدتي أرادوا مساعدتي جاءوا من أغي مساعدتي بيز تركلرين بيرلف واردر بيز نحن تركلرين الأتراك بيرلف واردر لنا كلمة نحن الأتراك عندنا كلمة يعني نقول شيئا معينا ما هي هذه الكلمة ما هي هذه الحكمة أجلائشا شيطان كرشر أجلائشا شيطان كرشر في العجلة الندامة بالعربية نقول في تركيا يقولون الشيطان يتدخل في العمل السريع يعني إذا ردنا أن نعمل العمل بسرعة فإن الشيطان يدخل معنا ويفسد عملنا أجلائش العمل العجول إلى أجلائشا إلى العمل العجول شيطان كرشر يتدخل فيه الشيطان تقدر ويمش إنها صحيحة جدا لأنه كان مصنعا جدا فسدت أعماله أو كاد عقاع في مصائب انتهت هذه القصة القسم الثاني من الأسئلات سيكون للفيديو القادم وهو تمارين عن قاعدة كادئا وقاعدة الأفعال اللواحق التي نضاوها مع الأفعال فتكسبها معنى السرعة أو الاستمرارية أو معنى كادئا يحدث كذا في الدرس القادم إن شاء الله لا تنسوا كتابة هذه القصة استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها وحلها حتى تستفيدوا بالشكل الأكمل دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته